ومسأنا النهاردة باللون الأحمر المدرجات مليانة حميس على مدار ساعات طويلة فاتت يمكن لحد دقايق قبل ما نسجل الهدف الأول كنا بنقول ايه ده احنا بنحتفل قوي قوي كده ليه لكن واضح جدا أنه الطاقة الاحتفالية والطاقة الإيجابية اللي كانت مالية الساد والمدرجات النهاردة انعكست على الدقايق الأولى من اللقاء وحالا دلوقتي وأثناء مباراة مصر والسنغال بدأت كده جماهير مصر تتفائل وتتطلع إلى النتيجة اللي احنا منتظرينها طبعا مصر النهاردة متوقع ايه في لقاء الذهاب النهاردة فيه خمس مباريات ذهاب فمصر النهاردة متوقع انها تأدي نتيجة تريحها جدا في لقاء العودة النهاردة مهمة الفرعنة في المباراة هي الانتصار وتسجيل وتحقيق عدد من الأهداف يضمن لنا عودة مريحة في لقاء مرة أخرى هيكون بين مصر والسنغال يوم الثلاث المقبل لو فوزنا بمجموع المبارذين طبعا كده مصر بتضمن انها تسعد رسميا إلى كأس العالم في قطر 2020 الملفت جدا لتصفيات السنادي او التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم حضراتكم عارفين طبعا انه التأهل لكأس العالم كل قارة بيتأهل عنها مجموعة من البلاد لكن السنادي في حضور عربي قوي جدا في تصفيات كأس العالم قطر 2022 في خمس منتخبات افريقية مفروض انهم هيتأهلوا بعد ما يعبروا مراحل التصفيات اللي آخر مرحلة لها هي المباريات اللي بتجرى حاليا احنا النهاردة في مباريات مصر والسنغال اللي حالا دلوقتي بتحصل على أرض مصر الجزائر والكاميرون غانا ونيجيريا الكونغو الديموقراطية والمغرب مالي وتونس كل مباريات الذهاب زي ما قلنا لحضراتكم النهاردة كل مباريات العودة هتكون يوم الثلاث اللي جاي حتى انه النهاردة كان يوم حافل جدا حتى على مستوى التصفيات الاوروبية لانه مثلا في منتخبات غابت زي منتخب ايطاليا وكانت برضو يعني مباريات نتائجها مفاجأة وكانت هزيمة من منتخب مقدونيا فالمنتخبات العربية بقى خلونا نفكر ونركز كده الفرص الهامة جدا للمنتخبات العربية انها تشارك في المونديال استنادي خمس منتخبات عربية موجودة في المرحلة النهائية من تصفيات كاس العالم طبعا بسعود الخمس بلاد دي يكون فيه ست منتخبات عربية في التصفيات لانه البلد المضيف هي قطر طبعا موجودة في كاس العالم دون تصفيات المنتخبات العربية المشاركة هي بترتيب بترتيب بقى من تأهل خلاص بنقول مبروك لسعودية لانه تأهلت رسميا انبارح مصر زي ما قلنا لحضراتكم النهاردة ويوم الثلاثة اللي جاي هما يكونوا الفيصل مين اللي هيكسب طبعا الفوز النهاردة هيمهد لمباراة أسهل كمان الجزائر والمغرب وتونس كمان هما المترقب نتائجه اللي فاكر وانا متأكد ان كل بيتابعوا الكرة بيبقوا فاكرين لكن طبعا كل بيتابعوا الكرة دلوقتي بيتفرجوا على الموتش فاحنا مقال الناس اللي مهتمين بالأرقام والتحليلات خلونا نفتكر مع بعض نسخة منديال روسيا 2018 اللي كان فيها مشاركة قياسية للمنتخبات العربية ودي كانت أعلى مشاركة في 2018 لكن واضح ان 2022 هتبقى أعلى كمان هيكونوا ست منتخبات في 2018 كنا أربع منتخبات كانت مصر المغرب السعودية وتونس